الأمر الأولاني أن الحكومة ستعرض 170 مليون متر على صندوق أبو ظبي أنه سيقوم بتطويرها الحكومة لم أعرف لماذا سيكون بيع أراضي أو لا لكن الحكومة تقول أننا سيطور المكان وفيه مشروعات أكثر ممكن يتم تطويرها الحكومة أو الصندوق أبو ظبي هيدفع لمصر 35 مليار دولار خلال فترة بسيطة جدا أول جزء من 35 مليار دولار اللي هما 15 مليار دولار الخمستاشر مليار دولار الأولانين في منهم هيخشوا مصر 10 مليار وحيجيب خمسة من الاحتياطي اللي موجود جوه البنك المركزي لأن الإمارات كانت مديانا 11 مليار فخلال أول أسبوع حيتبعت لنا عشرة ويطلع خمسة كمان من البنك المركزي وطبعاً دي أول حاجة القصة التانية هيبقى 20 مليار دولار وده خلال 20 يوم فال20 مليار دولار حيكون منهم 14 مليار دولار جايين من الإمارات والباقي اللي حيكون متفضل هو 6 مليار دولار حيجوا برضك من جوه البنك المركزي فيبقى البنك المركزي هيطلع من جوه 11 مليار دولار ودي كات وديعة من الإمارات والوديعة بنعتبرها جزء من الدين الخارجي ففيه 11 مليار دولار حيتشالوا من الدين الخارجي اللي على مصر الدين الخارجي اللي على مصر 165 مليار فحشل 11 فيبقى أنت بتتكلم في حدود 154 مليار دولار وده في حد ذاته مكسب عظيم جداً لكن هل كده للحكومة قالته كمان قالت والله ده المشروعات دي هنعمل فنادق وهنعمل منتجعات سياحية وهنعمل مرينة مكان للمراكب اليخوت اللي الجماعة السياح أو الجماعة حيجوا يستثمروا فيها وحنبدأ المشروع كده فيبقى احنا هيخش المصر فعلياً 35 ناقص 11 لأن 11 جوه البلد فشيل 11 من 35 يعني أنت بتتكلم هيخش لك 24 مليار دولار بس فأنت الآن في غاية السعادة ومبسوط جداً والحكومة قالت لك إحنا الحمد لله يا رب العالمين كده ورئيس الوزراء طالع قال أنا كده هخفف من أحدة أزمة الدولار خليني أقول لك كلمة مهمة جداً أو أصدمك صدمة كبيرة جداً أن للأسف 35 مليار دولار اللي جايين في المرحلة الأولى لن يغني ولن يسمينه من جوع لأسباب كثيرة احنا حللتها كثير جداً أولاً أن احنا بس مطلوب مننا السنة دي فقط أن احنا ندفع 42 مليار دولار اللي اتفاق مع الإمارات أن الإمارات حتدخل للحكومة دولار والحكومة تديها جنيه والإمارات تشتري بالجنيه تجيب تجيب الشركات والمصانع اللي جواه ومصر ويبدأ ينتج فده في حد ذاته كويس جداً إنما في حاجة أخطر الحكومة مش واخد بالها منها ولازم أنتوا توقف دماغكم دي الإمارات حتدي الدولارات وحتاخد جنيه حتاخدوا الدولار بقى بـ 30 جنيه بـ 70 جنيه مش مشكلة حتاخدوا بـ 50 جنيه زي ما هم بيقولوا النهاردة السعر الدولار نزل بقى بـ 50 جنيه في السوق مش مهم مش مهم بالنسبة لي أنا كمصري مهم الإمارات حتحط فلوس وحتستسمر وحتعمل مشروعات خلينا أكون أكثر وضوحاً وأكثر دقاءة هل هذا هذا يعني ملكية الإمارات لـ 170 مليون متر مربع يعني في حدود مثلاً تقريباً كم فدان 40 ألف فدان حاجة كبيرة جداً أنا مش عارف بكم فدان فمعناها لو الإمارات ملكت هذا لأن الحكومة قالت كده قالت إن الإمارات هتدفع لنا 35% خلال فترة التنفيذ أنا بقى لو أنت بتتكلمنا على بلد بتحترمنا إحنا وتحترم نفسها المفروض هذا العقد يعرض الأول على مجلس الشعب والمفروض مجلس الشعب يوافق أو يرفض أو المفروض مجلس الشعب انسى مجلس الشعب إحنا لا عندنا لا مجلس شعب ولا عندنا شيء وخلينا نعترف إن إحنا في مصيبة سودة جماعة عسكر مسكين البلد وهما اللي بتحكموا في كل شيء في البلد طيب السؤال دلوقتي بقى المئة وسبعين مليون متر مربع دولة الإمارات هتمتلكهم؟ ممكن آي هل الإمارات هيكون عندها بس حق انتفاع لمدة تسعين سنة؟ ما تقالش الكلام ده طالما أن المشروع ده قائم مئة سنة متين سنة تلتمئة سنة فكل العائد اللي جاي هيروح بالمنامش بالمناسبة بالنسبة اللي الحكومة قالت عليها الحكومة قالت 35% رايح ليا لجيب الحكومة و 65% رايح لفين؟ رايح للإمارات